موسيقى عندنا شي حقوق كالضربهم على أساس هذه البنية التي توقف هذه واحدة مدة من 2017 وهو وقف والمعلمين مشاوغي في طا دهور تبسط بهم الحالة التكيب على المطارين ديالهم وبالخصوص المعلمين عندهم الكفاءة بدأوا يبيعوا المطارين ديالهم وتوقفوا العمر ومعلمين يعملون جوجل الأسر وكل الأسرة تحتوي على 6 أو 7 الناس يعني معلمين لا يعملون لأزمة يصل إلى البلد وعندنا منطقة هي جوجل حواج في هذه الفلاحة تقريبا تدي تولوت وتولوتين أو هذا ديالة البنية لأنه فاتت هذا 6 أو 6 شهر يعملون في هذه الفلاحة ويعملون 6 شهر وكلهم يعملون لهم لذلك نحن تضررنا وقدرنا وقفات اكتجاجية نطلبون فيها بحقنا لكي تلقونا هذه التصاميم التي توقف في الجامعة مع فناش المصدر مناش وليوب راح نواقفين كان نطلب هذا بالنسباغي البناء هم مهانيين التي لدينا في اللائحة ديال الأمين لدي تقريبا 160 معلم يعني تجعل هذه الناس التي تابعينهم منهم العمال مثلا خدامة والدروغري والقباس والسباغ لأن الجدر هو المعلم يوقف المعلم ويوقف المعلم والسباغ والسباغ والحالفة كاملة كيف تستمر الوضع كيف ستكون الوضع؟ نحن نتمنى أن لا يستمر لأنه سعادة القيد كنا في الاحتجاج لدينا ستاد الناس وعطينا الوضع لكي يأتيوا اللجان لكي يخرجوا بنتجة نحن نتمنى وإن شاء الله نتمنى أن يكون نتمنى أن يكون نتجة وإذا كانت نتجة نحن لم يكن هناك نحن نقوم بمظاهرات وقفات الإيجاجية السلمية لا تغلح أي شيء نحن نتمنى أننا لأننا المعلمين المهانيين كلهم تدورت حالة ديناهم المادية التواصل النات قريبا قلت لك الناس يبيعون مطارين ديناهم وهذا أبسط أقصى درجة شكرا السلام عليكم نحن نتشغل في الميدان بنسوق السرالة في هذه المنطقة لدينا المنطقة لدينا المشكلة العقار للترخص البناء المشكلة الصعيبة من مدة 5 سنوات المشكلة قد قبل كورونا والناس تعاني مسكينة في هذا البناء هذا مكين للترخيص لشهادة إدارية للناس تبنيع شوائية المشكلة يريدنا أن أرغبوها ما من الأرض وما من الجامعة وما من الإدارة يريدنا أن نرى هذه المشكلة الثاني حاجة هذا الأقار يجعل المشكل صعيب هو وحالة نسمى لنا هذه المواد الأكتريسيتي، قلوم بيد، نجارة هذه المواد الأقار كنا كنا نتبعوها من شكل البناء يعني هذه المشكلة هذا فوق شك يوقع يوقع من البناء والأول يعني ما يريدنا أن يخدم البناء يعني مشكلة صعبة ووضعية هذه المنطقة صعبة نحن نعاني رزاف، نعاني البرد، نعاني وضع الحار نعاني مشكلة كثيرة ومشكلة العنصر، يعني نحن 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 بحالة برانيين ولكن الحمد لله بسود الله سبحانه وتعالى نحن نقوم بإن شاء الله حتى نشوفوا هذه المنطقة كيف ستوصل نحن نردها إن شاء الله بحلة جديدة وماركز جزويل لأن منطقة غيغو تعتني بمواد فلاحية ومواد بشارية ومواد مثلا الغانام ومبقار ومصاب وبطاقس يعني الحمد لله هذه المواد الفلاحية التي تعطيها تكافل منطقات المغرب كاملة وخص أوروبا منها موريطانيا، منها الجزائر منها هذا الشيء يعني نعاني من هذه المشكلة ومجلنات المالك محمد السادس نشوفنا الحل هذا لأن هذا البناء هذا هو المشكلة وكاريتة كبيرة بقينا الحمد لله السلام عليكم من بعد الإجتماع الذي قمناه مع السلطات المعنية بالآمر ومجلسة الجماعة الأربية والأعضاء النواب الجماعة السودالية خرجنا بخلاصة أنه خارج الأراضي السودالية داخلها في سمائم تهيئة هي تسوى الوضعية ومجلسة المرخص من الناس إن شاء الله وافق الأعضاء الجماعة السودالية والأعضاء الدرجة المعنية أنهم سيعطون وفاقة مبدئية ويكون توقيع المحضر يوم الخامس القديم إن شاء الله وإن شاء الله نتمنى أن تسوى الوضعية هذه إنه كانت بإجمع ومارا ما مبقاش عندهم لا تصلاح في هذا الشيء ارتعوا أنه يخرجوا من هذا المأزيق وهذا البلوكاش كانت طائحة في السكينة والقطاع الحرافيين بالأخص والحمد لله نتمنى أن هذا الوعود تكون صديقاء وانتظروا ان شاء الله موعدنا من هذا النهار الخميس إن شاء الله نشوفوا الردين لهم نشوفوا واش غادي يكون فعلا توقع المحضر واش غادي يلونسون هذا الرخص اللي يرى موجودة في الأملاك الخاصة كما وعدنا السيد القائد ونتمنى وخيرا إن شاء الله اليوم واحد الاجتماع على اقتناء الأراضي السلالية المحفظة في 177 اللي واحد المجموع ديالها تقريبا 165 هكتار وعليها الساكينة أنها تفوتت للجماعة لكي تكون الناس تحفظ ديورها وعليها البقعة تبنيها بطريقة قانونية لأنها كانت فوق أراضي السلالية محفظة من قبل وانتظروا جميع المصالح العمالات والتعمير وكل واحد جاء وكانوا النواب وكانت الجامعة القراوية وانتظروا هذا الاقتناء يوم الخامس المقبل إن شاء الله اللي غادي يجيو الناس اللي يجيبونا الكروكي من ديال هداد البني هذا وهد البوقع هدو وغادي تم تفوت باش تفوت كل مشاكيل ديال اللي بني في قيقو إن شاء الله وكل واحد يعرف دياله تعرضات من بعض النواب اللي كنت أنا منهم بعض جوج النواب ولكن كان غيثوا اتفاهم لأن احنا كان نواب الواجب علينا أننا نحافظوا على الحقوق ديال الناس ودفاع عليهم لأن احنا عندنا قرار عاميلي باش يقول مواجب علينا ندفعوا عليهم أنه كان طلبونا أنه تفوت لجامعة القراوية وخلو هكا من أجل ديال التسوية وكنت دفت واحد تعرض وطلبت فيها تدقلمة دا عشرين أنها نفوتوها لأشخاص مباشرة تدقلمة دا عشرين وقالوا لك لا يوم كين دابا اليوم منين كانت المصالح الخارجية وكنتنا درنا باش مرنساش درنا جوش تعرضات درنا في مجلس القديم وهذا مجلس جوش تعرضت درنا ولكن منين جات المصالح الخارجية اللي فيها بقسم التعمير وقسم الشؤون القراوية ووكل الحضاريات وفهمنا وشرحونا وفهمنا على أن أساس ديال التسوية من أجل ديال التسوية لأننا كين ندو الحقوق وكين الأغياء كينين بنايات كينين تقريبا جوش دوائر انتخابية اللي هم أكبر عن الناس كينين إدارة عمومية دابا نين وصلنا لحل اللي أنا اقترحت عليهم لأننا نقدر تعرض لسبب واحد أنهم يحكنوا احترام ديال الحقوق العينية ديالنس اللي عندوش عقد الله عندوش رسم عقارية ووثيقة تتبيت صيلاتوه بالأرض كان في الأول قالوا الكلالة ما يمكنش والآن منين كانت المصالح الخارجية وكانت المصالح الخارجية اللي فيها الوكالة وكانت حتى الكاداستركيين واتفقنا معهم على أساس أننا نحطو هذا الشرط اللي عندوش حاجة احترموها لهم وكانوا النواب وعطينا الموافقة أنه في إطار دار واحد لجرد 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 تتبيت صيلاتوه بالأرض أنه تحترم ومن مسهلوش باش ما نضيعوش الناس في الحقوق العينية دي لهم سواء كان سولالية أو الأغيار لأنه مكنش اللي طحم السماء واللاجة ترمى على شيء أرض لأن السولالية راه نسيب مفرزية وغارته على جدو الله والله سليم الأغيار ما مشجل فلاء حدو الحقوق راشراء ورا عندو حد سنتقن ونخص ما احترموه بالنسبة للقاء اليوم كان اللقاء تاريخي على المستوى دي الجمعة فيما يتعلق بمشكلة العقار السولي وفيما يتعلق بمشكلة دي التعميل على المستوى المحلي فبعد نقاش وبعد مرسلة دي المجلس القاروي السيد العامل التفاعل دي السيد العامل مع جميع المرسلة اللي كانت بالطرف المجلس القاروي اليوم تم عقد واحد اجتماع موسع اه مجرد بحضور أعضاء الجماعة السولالية وبحضور فعالية المجتمع المدني والحيرفيين تمام خلال هذا اللقاء اليوم بسطة مجموعة ديل المشاكيل وعلاقة الإنسان بالأرض والعلاقة التنموية لصبحات اليوم المشكلة لها هو توقوف ديل رخص ديل البناء ورخص ديل الغربة بالشبكة الكهربائية اليوم الحمد لله بعد التعليمات ديل السيف عميل صاحب جلالة على إقليم بولمان تم اليوم إيفاد واحد مجموعة ديل المصالح الخارجية اللي شرحات اليوم واحد استفادة النوعية ديل العقار والمشاكيل والمساطير القانونية اللي كانت ضمنها دلوية العقاري واليوم بخلاصة وبعجالة تم اليوم وضع النقاط العريضة من أجل تسريع منح الروخص ديل البناء ومن أجل تسوية الوعاء العقاري بكثين أدية اللغة تسريحة الجامعة القاروية موسيقى